المصائب لا تأتي فرادة، مثل ينطبق على طائر تويتر الذي استحوذ عليه أغنى رجل في العالم. مصائب إيلون ماسك تستمر وتتفاقم. مجموعة أومنيكوم ذات الصيط الواسع في عالم الدعاية والتسويق، والتي تقدم الخدمة لأكثر من خمسة آلاف عميل في سبعين دولة، توصيع ملاءها بوقف إنفاقهم مؤقتاً على الإعلانات في تويتر على المدى القصير. وقف إلى حين انقشاع الغيوم الملبدة عن سماء الشركة تقول المجموعة. الخطوة تؤكد شكوكاً متزايدة بين الوكالات والعلامات التجارية حول مستقبل موقع تويتر منذ استحواذ ماسك عليه مقابل أربعة وأربعين مليارات دولار، خاصة وأن خمس عشرة شركة سبق وأن علقت مؤقتاً إعلاناتها في المنصة. ماسك أنحى باللائمة على مجموعات الحقوق المدنية في انخفاض الإيرادات بشكل كبير مع ضغطها على المعلنين لمقطعة الخدمة إلى أن يوضح كيف سيتحكم في المعلومة المضللة وخطب الكراهية على تويتر. فبعد أن أبعد الكثير من الموظفين وقرر فرض رسوم على الحسابة الموثقة، ماسك أعلن أن المنصة مهددة بالإفلاس في وقت يواصل فيه إطلاق النار في كل اتجاه.